اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هدف الافتتاح لا يتأخر الطريق يفتح لان انظر الى الاجواء نقطة تحول كبيرة في هذا اللقاء يعود لقامرة اخرى مشاهدين لكن ريال مدريد مطالب تعديل النتيجة استمع الى صوت الجمهور يا لهم التصديم يا لهم الحارس الله على نقطة استثنائية دير اشتكم في الموعد دائما اوريول روبيو روبرت ليفندوسكي صاكرة وخطى لمصلحة ريال مدريد بيلينكام الان مع بيلينكام هذه كرة هدام يصويبها بوقف حارس البرمى بدون مجهود ريال مدريد يعتبر النادي الابرنس في اوروبا وفي اسبانيا بسيطرة على المطولات المحلية كذلك هو النادي الاكثر تتويجر بدوني ابطال اوروبا تزديد رائعة فرصة ومجهود رائع من اجل توسيع الفارق ضاعت المحاولة لكن ما تقدر تلوم على ضياع الفرصة في الحقيقة بدل مجهود فيها كما فينجا وصلت ليفينيسيوس كريستنسل يبحثها رودريكو الملك يعود الريال يعدل نتيجة يرفض الاستسلام في هذا الكلاسيكوب يبحث عن التقدم الآن التعدل في هذه اللحظات القمة تشتعل الريال يعود من جديد أوريون روميو بينية ملعوبة بشكل ممتاز الله على النظر لكن تنتهي الخطورة بدون اي تأثير حقيقي كرة بضيع من جانبي برشلونة جواو فليكس والراية مرفوعة هنا وحال التسلل نشاهد وقوف في منطقة التسلل بدون حركة بدون مشاركة في اللعبة يجب التدرب أكثر على التمركز في راي رودريغو يختار ولدين مساحة يا ربا تختص الشباب مدى فيها في هذا التوقع نشوف عادة الهدف بداية من الوان تو بين اللاعبين سعاب الراعي هنا مع هذا الموقف بدون زباد ترخيز نعمل الطريق وجودا لكن أيضا مهم جدا أنت ستكون المهارة حاضرة في الانهار تنطلق مبارات مرة أخرى النتيجة هدفين لهدف جواو كاسي لونج ملعوبة إلى ديونج تدفل قوي في الأقطار حلوة الكرة البينية خلف الدفاع يا سلام يا تيرش تيكن تصدي لفرصة خطيرة جدا تلعب في عمق الثمنتاش امتهت الضربة الركنية نجحوا في الإبعاد ولا نهاية شوط المبارات الأول في ملعب سانتياغو بيرنابيو عودة إلى الملعب بداية الشوط الثاني بالشوط الأول تقدم ريال مدريد بفارق هدف الوحيد شوط أول مميز جاهدنا فيه فينيسوس جونيور حتى هذه اللحظة سجل هدف مهم لفريقه كان هدف تقدم بشوط الأول بيلينكام تصدي ممتاز لحارس البرمار يتدخل هنا ويعترض طريق الكرة ممكن فرصة من خلال كرة مرتجة بمروعة تقدم الكرة ممتاز كورتوان تصدي استثنائي فرصة كانت خطيرة جدا الباصة يقرر الاستعانة بذكة مودلاء كرة بزاوية إلى العمق يبعد الخطورة كرة بزاوية خيارات متاحة هنا في هجوم مرتج هذه هي فرصة هدف أوهو ما بيقعنا تصدي رائع لهذه اللفطة كوني هدف بيال مدريد يستعين بذكة الاحتياطنا بيال ممتاز تلعب لكورتوان في منتصف التبرتاش وصلت لروثيغو رمي التماس للريال لوكا مدريد ولان بيلي كام الآن تأتي فرصة لهجوم مرتد هجوم مرتد في ظل تباطئ المدافعين في العودة إلى مراكزهم كان ممكن فرصة لإستغلال الهجمة المرتدة بشكل أفضل كورة خطيرة على المرمى الحرس يتلق ويبعد الكورة بيلينج هام بيلينج هام يفقد الكورة نلعب في الدقائق الأخيرة من عمر الكلاسيكوم الأمور تلسادي ثارة واجهها لم تحسن بعد رغم تفوق ريال مدريد لكن البرسق قادر على العودة في أي لحظة برشلونة يستسلم ويبحث عن التعادل في الدقائق الأخيرة المتبقي خمس دقائق على نهاية أحداث اللقاء برشلونة وفريقة يفقد الكورة جواو كاسيلو الكورة تعود لغوندوغان غوندوغان تصدي بكل إثبات وضع المدرب سيلجي إلى ذكة المدلات في اللحظات القادمة مرثا قد تكون الأخيرة للفريق للعودة في هذه المباراة من الضربة المتنية انظر إلى الاعتراض الناجح وهذه ساطرة في هذه المباراة تعلن فوز المرنجي وتحقيق للنقاط الكاملة كانت مباراة قوية وفيها ننزيهم للفريقين الأمور لم تكن سهلة كان وضع خاص في الملعب وفارق الهدف حسم النقاط في نهاية المطار عندما يكون لديك لاعب بقيمتي وبحجمي في ليسوس لا شك بأنك تنتظر تأثيرا كبيرا في أرضية الملعب وهذا ما فعله اليوم في هذا اللقاء هذا حيوي وفعان لم يكن هناك جهد مدخر اليوم في النهاية جاءت المكافأة بتشتيل هدف الفوز لخطط الأبواء وهو أمر طبيعي عندما ينتصر الفريق بهذه الطريقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة